موسيقى 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 السلام عليكم معكم فيصل المفتاح المدير الفني للنسخة الأولى للمسابقة جهوية لكتشاف المواهيب المدرجة ضمن المعرجان المقر اللي كان يضمج جمعياتنا ذات الحيطة هو المدينة إنسكن هذه النسخة الأولى اللي هي عبارة عن نسخة افتتاح النظراً للكم الهائي اللي كانت أزخر به مدينة إنسكن النواحي والجهة السوسية للمملكة مجموعة من المواهب الذي يسمى أكيد في حقول تنموية وفنية وإبداعية الدور دينا من خلال هذه المسابقة أننا نديروا إشعاع تقافي للمدينة أولا وكذلك أننا نكتشفوا هذه المواهب باش يكون واحد البوابة إعلامية لهم وأكيد نمروهم من خلال المنتوج دي لهم الإبداعي في الجمهور الإنسقاني وجمهور السوسي عامة هذه المبادرة اللي كنتمنى أنها تدخل وتكون موعد سانوي كيدخل دي من أجندة المواعد التقافية والفنية بمدينة أينسقان ولما لا بالمغرب كامل مدم أن المواهب السوسية كتشكل واحد المنعطف وكتشكل واحد القوة إبداعية في المغرب كامل كنتمنى أن رسالة المسؤولين على القطاع التقافي والفنية بمدينة أينسقان وبجهة السوسية أنها تلقى واحد صدى أنها ليست تكون نهاية الفنانين هي المسابقة وإنما تكون استمرارية في المستقبل كنشكر جريدة الإلكترونية أحدة السوس على التغطية الإعلامية دي لها فردا فرد وأكيد نحن دائما في تواصل مستمر مع كل مواهب لكتخزة لمدينة أينسقان وشكرا السلام عليكم معكم حاليمة العكاري أمينة المال للجمعية المغربية لتربية شاببة أميج فرع أينسقان تنتوجه اليوم في مهرجان اكتشاف المواهب أموكر مع الجمعية نهضة الحي بالمناسبة نشكر نهضة الحي على هذه البادرة الطيبة لصراحة متعتشالها مدينة أينسقان تنتمنى جميع المشاركين مسيرة موفقة وتنشكر بالخصوص رئيس الجمعية نهضة الحي والأعضاء دي لهم كاملين لأنهم صراحة شباب أعطاوا عندهم ما يعطيوا وتمنى إن شاء الله من المجلس البلدي والناس دي للمدينة أينسقان يتعاونوا مع الشباب دي لإنسقال ينسقان صراحة متعتشل بالزاف دي لأنشطة بحالة دي وحييكم معكم حاليمة عكاري باي باي ببدا أود أن أشكر للإخوان دي لنا في جريدة أحدا تسوشلجة ويدروني التغطية للمهرجان هذا المهرجان المقر اللي كان اختتمه اليوم بواحد المسابقة يعني دي للموهيب الاكتشاف الموهيب في الدورة دي لها الأولى والحمد لله كانت الأجواء كلها مرت في سلام ويعني من هذا المنبر هذا أود أن أشكر كل المدعيمين يعني اللي كان قولنا مدعيمين يعني اللي كان قصد الأصدقاء دي لنا والأطر والمنخرطين دي جمعياتنا ضد الحي والمكتب المسيير دي جمعياتنا ضد الحي اللي بكل صراحة ما خلا يعني كرس كل جود دي لهم من أجل الوصول لهذه المرحلة هذه الحمد لله كانت المرحلة كلها شيقة كانوا فيها متبارين يعني أزيد من مئة واحد مئة مشارك تقريبا يعني كانوا عندنا يقصائيات في مدينة الدشيرة وكانوا عندنا يقصائيات في مدينة النزقر بكل صراحة يعني اللي كان لحظو هنا هو أن جيات اسمه الصدرع يعني كانت متاز عندها واحد زخم كبير دي للموهيب ويعني وعندها متعظي وإن شاء الله جيات اسمه الصدرع غادي تقول كلمة دي لها كيف العادة ويعني وكنحي كل المشاركين وكنشكرهم وكنتمنى لهم توفيق والحمد لله من الوصول لهذه المرحلة هذه يعني كنا 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 ربحين ولنا موعد إن شاء الله مع الدورة التانية تكون أحسن إن شاء الله يكون فيها الدعم أكثر وأنشجعوا المبدعين الشباب وتانية أود أن أشكر منبر أحدث سوس اللي جعل ذا اليوم بشيغتي هذا الحفل الختامي دي الميرجان المقر للمبدعين الشباب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة للمسافة الجهوية لاكتشاب ألف موين أو جائزة برجان البقاء للمبدعين الشباب ورحمة الله عادة للفنانة الشعطة المبدعة سوكينا الوراقي سوكينا الوراقي السلام عليكم. أنا سوكينة الوراقي عمر 22 سنة في مرزبة الأولى في ميرجان المقالمة وهي صعيدة. أشكرهم كثيراً لكي أعطاني هذه المرتبة ومخيبت أنهم وكان لدي هذا الفوز مع عائلة التي يسندوني وكان لديهم معي وغارض لك إن شاء الله مرة أخرى. شكراً. جميعاً كصحفيين كما أنتم وهني ألنا جميعاً كمنظمين وهني ألنا جمهور وهني سكنت مدينة سقان على هذا المهرج الذي نتمنى أن نرى صفحته أو دورته التانية لأنه كل هذا لصالح هذا الشاب ودفاعاً هذا الشاب ولخلق فنان ومبدع اسمه الشاب. فهني ألنا جميعاً بهذا المهرجة وسكراً لكم كذلك.